خرجت مسرعة دون حتى إفراغ كامل حمولتها اتهمها ناشطون بأنها تلقت أوامر روسية بالخروج تعرضت كوادرها لساعات مما يتعرض له أهالي الغوطة منذ ست سنوات إنها قافلة المساعدات الأممية الفشل الأممي في إيصال المساعدات كاملة كما رأاه البعض عزاه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لتكثيف النظام القصف على المنطقة وقت وصول القافلة لداخل الغوطة مساعدات يفترض أن تصل لـ 25 ألف مدني وربما لن تكفيهم إعاقة النظام لإيصال كامل المساعدات عقب عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعوة ما وصفهم بأطراف النزاع إلى السماح للقوافل القادمة بوصول آمن بلا عوائق دون التطرق إلى المتسبب الحقيقي بعرقلة وصول المساعدات كلام جوتيريش سبق المشاورات الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بدعوة من فرنسا وبريطانيا لمناقشة سير تنفيذ القرار الأممي رقم 24-01 الذي اعتبره بشار الأسد في وقت سابق إنه جاء لحماية من وصفهم بالإرهابيين فأتى القرار في صيغته الأولى من أجل حماية هؤلاء الإرهابيين لا يمكن وصف المشهد الذي يحدث الآن هنا في الغوطة الشرقية المأساة الإنسانية الحاصلة في الغوطة الشرقية والتقدم الكبير الذي أحرزه النظام منذ بدء عملياته العسكرية يبدو أنها لم تمنع فصائل الثوار من صد تقدم النظام على جبهة المشافي قرب طريق حمص دمشق الدولي وقتل عدد من جيش النظام وتدمير وعطب آليات عسكرية قصف النظام المكثف على الغوطة وتوغله فيها تثير مخاوف تكرار سيناريو التهجير وهو ما يؤكد على رفضه أهالي الغوطة الشرقية